اشتركوا في القناة وذلك لدوره القيادي واسهاماته في مختلف المبادرات الوطنية بعد غياب دمى ما يقارب العامين جراء الظروف التي حتمتها جائحة كورونا عدت عشرية الثلاثين من يناير جائزة الانجاز المتميز في مجال العلاقات العامة للعام 2021 للأضواء مرة أخرى لتكريم رواد العمل الوطني هنا عشر شخصيات تشرفت بهذه الجائزة جائزة التميز وبدأنا اليوم المرحلة الثانية هي من العقد الثاني بالحادية عشر للتميز ونأمل بأن يستمر هذا العطاء في هذا المجال في مجال العلاقات العامة والإعلام الجمعية كان لها دور كبير منذ أن تأسست وضعت أسس في هذا المجال في تكريم الشخصيات الذين أعطوا الكثير للعلاقات العامة والإعلام جندي الوطن هو الاسم الذي أطلقته جمعية العلاقات العامة البحرينية على سعادة المستشار عيسى بن عبد الرحمن الحمادي الذي تم منحه جائزة الانجاز المتميز في مجال العلاقات العامة لعام 2021 وذلك لدوره الوطني في مجال الإعلام أولا شكرا سيدي جات الملك المفدة حوض الله ورعاه شكرا سيدي سموين العهد رئيس مجلو الزراحة حوض الله على كل الثقة في كافة المهمات الوطنية التي شرفوني بالقيام بها شكرا لجميع المسؤولين الذين عملت معهم شكرا لجميع الموظفين في القطاع الخاص والعام الذين اشتغلت معهم أي نجاح يحقق يكون هو نجاح المجموعة والفريق وليس نجاح فرد بشكل مطلق فنجاحي هو نجاح الفريق الذي كنت اشتغل معه في القطاع العام والخاص والفرق الذي اشتغلت معه في القطاع العام والخاص منظومة الإعلام في مملكة البحرين لم تتوقف خلال أزمة كورونا حيث جاءت جائزة الإنجاز المتميز في مجال العلاقات العامة في نسختها الحادية عشر تقديرا من جمعية العلاقات العامة للقيادات التي قدمت خدمات جليلة لمهنة العلاقات العامة ولدورهم في التواصل الفعال مع مختلف أطياف المجتمع في جميع الأوقات والظروف جائزة تتميز في مجال العلاقات العامة من أهم الجوائز التي تقدم في مجال العلاقات العامة والاتصال ليس فقط في البحرين على مستوى المنطقة ونحن نعتز مثل هذه الجائزة وأعتقد أن غياب الجائزة لسنتين تقريبا بسبب ظروف الجائحة ترك فراغ كبير عند العاملين في المجال الذي كانوا يبذلون جهد كبير لمواجهة الجائحة أعلاميا قدرنا أن ننظم هذه الفعالية التي توقفت سنتين بسبب الجائحة ونحن نعتبر هذه نجاح كبير وإن شاء الله يكون هذه بداية عودة فعالياتنا الحضورية لأن مثل ما شفتي الناس عندهم تعطش لحضور مثل هذه الفعاليات جائزة الإنجاز المتميز في مجال العلاقات العامة تأتي هذا العام لتؤكد مدى تقديرها وامتنانها لجميع من قدموا لهذا الوطن المعطاء كل في موقعه متحدين جميع الصعاب والتحديات في سبيل النهضة التطويرية التي تعيشها مملكة البحرين